في وقت بالفن والتمثيل وكده كان فيه أصدقاء معينين وطريقة حياة معينة في الفترة بقى اللي حديدك بعيدتي فيها عن الفن السنين دي ايه اللي تغير في الحياة؟ لا ما عادي أصحابي هم هم اللي تغير فيه أنا في شخصي أنا إنما في المعاملات عادي ما قدرش أقولك إن أنا عملت يعني أعملت طفرة أو نقلة أو كده يمكن لا ما قدرش أقول يعني ما يعتبرش يعني أقولك إيه ما بنزلش كتير ما بصهرش كتير معين أنا مش بحب الصهر أنا بيتوتية فضيعة تصدقي أنا ممكن أعود شهر في البيت ما نزلش البيت أحلى حاجة في الدنيا والله برضو اه جدا جدا يعني أنا مش عارفة أقولك إيه اللي تغير يعني اللي تغير فيها أنا كبني أدمى لأن إنتي أصلا طبية حياتك كانت هادية فما فيش حاجة حصلت كتير لأ أنا كبني أدمى بس بس علاقتك وقتها بقى بالفنانة الكبيرة رحيلة شادية بقت أقوى ولا أنتوا أصلا كنتوا أصحاب لا هو إحنا أصلا يعني كانت هي كانت قابلتني في عيد الفن وأنا باخد جيزة من الدولة عن فيلم هي كانت تعملها أهم فيلم في حياتها اللي هو المرأة المجهولة وأنا وانا عدته واخد فيه أيوة صحة عملتيه نسخة بالنسخة الحديث بس فجت هي بقى حبيبتي جت لي كده وقالت لي مبروك برافو عليك وانت عملتيه بروحك انت وبشخصيتك انت وكده يعني كان جميلة برضو الله يا رحيلة اه قوي 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 وبعدين بعد كده بقى صدقتنا يعني اه زيدت بقى كت كل ما تشوف لي حاجة يعني مثلا كنتوا بتعرضوا حاجة دلوقتي من مخلوق اسم المرأة واليقين مسلسل هنتكلم عنه ده اه مسلسل اه فهي كانت يعني كتكلمتني بقى بعد كده خلى العلاقة بقى تزداد ان هي كانت بتكلمني على الأعمال دي وبتهنيني عليها لما بتشوف حاجة حلوة يعني كانت مبسوطة قوي من العملين دول بالذات من اليقين ومخلوق اسمه المرأة